إذا كنت تعاني من صعوبة الحصول على نوم جيد في الليل بسبب ألم الكتف أثناء النوم أو بعده فهذا يشير لإصابة في أحد مكونات الكتف مثل التهاب كابسول الكتف أو الوسادة المفصلية أو إصابة أحد الأربطة أو أوتار العضلات النوم هو وقت بناء وإعادة تأهيل الجسم ولكن الاستلقاء إلى أوضاع معينة تؤدي للضغط على الأنسجة المتحيجة ويمنعها من الالتئام وبالتالي اشتعال الأعراب بهذه الحلقة ستتعلم الطريقة الإعلاجية للنوم لإعلاج ألم الكتف لتحصل على الراحة التامة بإذن الله تعالى تابع معي خلال النهار وأثناء نشاطك اليوم أنت تضغط على الأربطة والعضلات والأنسجة والمفاصل وبغض النظر عن نوع إصابة الكتف التي تعاني منها يوفر النوم الفرصة لكل شيء للتعافي وسوف تتحسن مع الوقت إذا استمريت بالنوم في الوضعيات المناسبة التي تحافظ على المحاذات الطبيعية للمفصل لتحررها من ضغط وزنك وضغط الأنسجة المجاورة لها لتسهيل جريان الدم الذي يساعد في تأهيل الأنسجة سنبدأ بالوضعية الأولى سنبدأ بأول وضعية وهي النوم على البطن النوم على البطن ليست وضعية علاجية في الواقع هذه الوضعية سيئة بجميع المعايير وقد تكون هذه الوضعية هي السبب الحقيقي لألم الكتف لأنها تفرض على الرقب الالتواء وبشكل تلقائي سوف تحاول رفع وزن رأسك على الأكتاف وبالتالي زيادة الضغط عليه لذلك أنصح كل من يعاني من ألم في الكتف لتجنب النوم على البطن بأي وسيلة ممكنة ثانيا النوم على الظهر هذه الوضعية هي الأكثر شيوعا وأمانا ولكي تصبح وضعية علاجية يجب أن تتجنب النوم مع وضع اليدين خلف الرأس في هذا الشكل لأنها تزيد الضغط على عضلات الكثة المدورة في الكتف الطريقة الأمثل التي تضع الكتف بوضعية حيادية لإرخاء العضلات وفتح مسار الشرايين والأعصاب هي بوضع الذراع فوق الصدر وتحته بسادة بحيث يرتفع المرفق عن السرير وتسترخي اليد بهذا الشكل جرب هذه الطريقة وسترى نتائج مذهلة وفي ووقت قصير جدا ولا تنسى أن تضع وسادة تحت رأسك لدعم العنق ودائما أنصح باستخدام وسادة النكرول بدلا من أي وسادة أخرى لعلاج استقامة فقرات الرقبة ثالثا النوم على الجانب ستجد أن النوم على الجانب يساعد في تقليل الألم بشكل كبير لأنه يخفف الضغط عن الأنسج المتحييجي ولكي تحصل على أكبر استفادة من هذه الوضعية تتبع الطريقة التالية استلقي على المرتبة مع رفع الرأس على وسادة سميكة لما يكفي لدعم رأسك ورقبتك في مستوى الكتف ويكون جانبك المصاب في الأعلى ونضع وسادة أو اثنتين لحمل الدراء المصابة تحت المرفق وتسترخي الدراء مثنية بهذا الشكل على الوسادة يمكنك وضع وسادة بين الأرجل للمساعدة في منع التقلب أثناء النوم أما إذا كنت تعاني من ألم في كل الجانبين أو أن جانبك المفضل للنوم هو المصاب فيجب أن تضع وسادة تحت الصدر أسفل الكتف بهذه الطريقة لتخفيف الضغط عن الكتف ولكن أنصحك أن تتجنب النوم على جانب كتفك المؤلم خشية من التتحرج عليه أثناء النوم واختر وضعية أكثر أمانا مثل النوم على الظهر وإذا كنت قلق بشأن التقلب أثناء النوم والتتحرج على كتفك المؤلم فحاول منع ذلك في وضع وسادة بطريقة تمنعك من التقلب بكل تأكيد النوم بوضعية واحدة أمر مستحيل ولكن يجب أن تعلم أنه كلما أطلت النوم بالوضعية الإلاجية كلما رأيت نتائج أسرع وتبقى مسألة التحسن مسألة وقت بالخدام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع هذه النصائح بالتعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون ميد مع تفعيل زر الجرس وسوف أبقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لن نروحك تسكن فيه شكرا للمتابعة للفضل